فجاءت كلمة الرسل وأريد بها الرسل والأنبياء فظن بعض الناس أنه لا فرق بين اللفظين لكن الصحيح أن بين هذين اللفظين فرقا بدليل قول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ الإيمان بكل المرسلين وجميع النبيين مع بيان الفرق بين النبي وبين الرسول الواجب على المسلم أن يؤمن برسل الله كلهم وبأنبياء الله جميعا لقول الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني في أصل الإيمان نؤمن بهم جميعا وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وقال سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا وقد يظن بعض الناس أنه لا فرق بين الرسول وبين النبي وسبب هذا الظن أنه يجد في بعض النصوص الشرعية أنه يأتي أحيانا لفظ الرسل والمراد الرسل والأنبياء جميعا كما سبق في الآية الكريمة فآمنوا بالله ورسله والمقصود الرسل والأنبياء جميعا وكما في حديث جبريل عليه السلام السابق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتوبه ورسله وقد أراد الرسل والأنبياء جميعا فجاءت كلمة الرسل وأريد بها الرسل والأنبياء فظن بعض الناس أنه لا فرق بين اللفظين لكن الصحيح أن بين هذين اللفظين فرقا بدليل قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ففي الآية عطف نبي على رسول فدل على أن بينهما فرقا إذ الشيء لا يعطف على نفسه ولا على مرادفه كما هو معلوم في أصول الفقر فإذا تقرر أن هناك فرقا بين النبي والرسول فنقول اشترك هذان اللفظان في أن كل منهما كل من النبي والرسول نزل عليه وحي الله تعالى وكل منهما أرسل بذلك أرسل بذلك للآية الكريمة السابقة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فأضاف الرسالة إلى النبي وإلى الرسول فدل على أن كل منهما مرسل من ربه إذن كل منهما موحا إليه ومرسل من ربه ويشتركان أيضا في أن كل منهما يؤيده الله بالمعجزات كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى لكن النبي لا يسمى رسولا عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قومه بشيء لا يعرفونه بل الواقع أن النبي كان يأمرهم بما يعرفونه من الدين مثل الأنبياء أنبياء بني إسرائيل مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يأمرون بشريعة التورة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وأيضا الفرق الثاني يعني أن النبي لا يكذب لأنه أرسل بما يعرفه قومه بخلاف الرسول فإنه لا بد أن يقع التكذيب له من قومه أو من بعضهم لقول الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فهذا الذي ذكرناه هو ضابط التفريق بينهما وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإن يوسف عليه السلام وهو رسول كان على ملة إبراهيم عليه السلام وكان داود عليه السلام على شريعة موسى عليه السلام ومع ذلك فهم رسول فهذا هو الفرق بينهما شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة